حقيقة القطاع الخاص كان يعاني من أنه دعم القطاع الخاص بدون قرارات اليوم من نجي نلقى بالموازنة قرارات تستهدف قطاعات مهمة جدا تساهم بنهوض القطاعات الأخرى بمجملها هذا فعلا دليل على أنه إصلاح اقتصادي حقيقي يقار بقانون بس إحنا نتابع تنفيذه اليوم إذا أتحدث عن المادة 48 أيضا مادة حساسة جدا استهدفت قطاع التأمين اليوم قطاع التأمين ضعيف جدا عندنا 30 شركة تأمين كل البضائع اليوم المستوردة وإحنا اليوم نستورد حوالي 95% من حياتنا كل استيراد كل البضائع تؤمن بشركات أجنبية من بلد المنشأ ويا الاستيراد هذه الالتفاتة اليوم بالمادة 48 تلتزم المصارف كافة عند فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيرادات بالتأكيد من تقديم الجهة المستوردة وثيقة تأمين على البضائع المراد استيرادها من البلد المنشأ إلى المخازن داخل العراق على أن تكون هذه الوثيقة صادرة من أحدى شركات التأمين المجازة في العراق هذه الفقرة أتاحت لشركات التأمين أن تأخذ دور كبير في إسناد هذه الكمية الكبيرة من التجارة الخارجية والاستيراد شو رح تحقق هذه الشركات؟ أولا كانت عندنا عملة صعبة تطلع خارج العراق نتيجة الدفوعات الخارجية النقطة الثانية هذا القطاع رح يسحب الخريجي بالإدارة والاقتصاد والمالية والمصرفية والمحاسبين ومدققين ومنتجين ومهن أخرى رح أيضا تأخذ نسبة كبيرة من الخريجين يتعينون بالقطاع الخاص وهذا القطاع واعد لأنه رح يحرك أنواع التأمين الأخرى اليوم عندنا التأمين الهندسي رح يشتغل تأمين على الحياة التأمين الصحي مجموعة أنواع فبالنتيجة إحنا شنون نهدف؟ إحنا نهدف منها يعني أنا وين دا أباوع؟ أنا دا أباوع للقرار الحكومي اللي شغل القطاع الخاص ما أباوع تلفلوس تشوفي أني مبتعدة على موضوع النسب والأموال بس اليوم أباوع نهوض قطاع مهم جدا وتشغيل أيادة عاملة ومنتج عراقي يعني أكو رؤية بهذا الموازنة مو فقط أنه موازنة سنوية مثل كل مرة يعني نعم